السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيت الله بالعزة مرحبا بالأطباء الكرام معكم الدكتور وضاح الحاج أستاذ بردونتولوجي طب الفم وأمراض وجراحة اللفة اليوم مع المحاضرة الثانية في محاضرات الدينتال إمبولنتولوجي زي ما قلنا في المحاضرة السابقة محاضرة كذا يعني خفيفة بل أتكلم فيها عن نفذة تاريخية كيف بدأ الإمبولنت من أول أيام الفراعين والإغريق وحتى حضارة الماية تقريبا وبعدين لفين وصلنا بعدين إلى آخر شيء آآ يعني زي ما قلنا استفتاحية كذا يعني أنا زي ما قلت لكم حلوة حلما يعرف كيف الأمور بدأت وكيف تحركت لحد ما وصلنا إلى هذا المستوى إذن اليوم طيب تم تقسيم زي ما الآن شايفين أكثر شي تقسيم تقسمت أكثر من حضارة وأكثر من شغلة وأكثر من اختراع إلى أكثر من حقبة تاريخية فبرضو إحنا معانا كمان أكثر من حقبة تاريخية في الموضوع في معانا اللي هو العصر القديم والعصور القديمة جدا اللي وصلت لحد الألف بعد الميلاد في هذه العصور بنشوف أيش الحاجات اللي تم أو أعمل فيها طيب في قدماء المصريين نحن نتكلم عن 2500 قبل الميلاد طبعا القدماء المصريين كان لهم في دور كبير في الموضوع وفي أشياء عملوها في الموضوع في بدايات حصلوها طبعا حصلوا إنه في أكثر من شغلة يعني كانوا المصريين بدأوا فيها إذن زي ما قلنا قدماء المصريين يعني استخدموا وقدوا إنهم استخدموا قواقع البحر وفي كمان في دلائل إنهم استخدموا أسنان الحيوانات نفسها أو أسنان صناعية مغطة بالعاج استخدموها كلها علشان يعملوا للأسنان هذا بالنسبة طبعا للقدماء المصريين طيب في 550 قبل الميلاد طبعا في طبعا 1881 وقدوا طبعا إنه في كمان عن زراعات قديمة جدا وقدوها في بدينا أثرية في تركيا اسمها في نيكروبوليس جنب منطف أو جوار منطقة إزمير في تركيا طبعا وقدوا كمان إنه الاكتشافات هذيك وقدوا إنه حسن كان موجود شكله زي الناب زي الناب و مصنوع من قطعتين في 500 قبل الميلاد الإتروسكان مجموعة مجموعة من من الرومانيين وقدوا إنهم طبعا حصلوا كمان إنهم رابطين أكثر من أسناء مثلا سن مثلا كأنه سن مخلوع وربطوا بالأسناء المقاورة عن طريق بندات ذهبية 300 بعد الميلاد الفينيقيين وقدوا إن الفينيقيين عملوا ركبوا أسنان من العاج وكان كذا يعني زي كأنه عاج وعملوا لها ناح تشكلوا بشكل أسنان وزرعوها شعب المايا المايا اللي هو من الحضارات القديمة في المكسيكا وفي أمريكا الشمالية في 600 وقدوا لهم برضو في مدينة في أحد المدنة الأثرية لهم في 600 بعد أشياء من فترة 600 بعد الميلاد وقدوا برضو كمان إنه طبعا إنهم عملوا زراعات كمان عن طريقة قطع من الأصداف أو القواقع حاجة زي كذا وكمان عملوا كمان وقدوا أسنان كمان منحوثة كمان من العاج وضعوها مكان الأسنان الأمامية الإنسايزرس إذن نعم زي ما احنا شايفين الفينيقيين الرومانيين الفراعنة كمان المايا حتى اللي هي الشعوب اللي هي كانت في العالم أو ما يسمى بالعالم الجديد كلهم كانت معهم أشياء قديمة يعني تعوض الأسنان الطبيعية طيب فترة العصر الوسطى اللي هي من ألف بعد الميلاد لحد 1799 بعد الميلاد يعني حوالي 800 سنة برضو كان فيها أشياء يعني حوالا يعني تعلقت بالإمبلانس وبنشوفها طبعا زي ما قلنا كلها تظل أشياء بداية لكن اتطورت الأمور لحد موصل إلى الشكل الحالي بنشوف أيش الأشياء اللي موجودة معانا في ما بين قرن الثامن عشر والتاسع عشر في إنجلند أو في المستعمرات الأمريكية برضو وقدوا أشياء ترانسبلنتيشن كان موجود على شكل ألو ترانسبلنتيشن أشياء شبيهة بأسنان البشر البوكايسيز هذا طبعا اللي هو دي كوندري هذا طبعا اللي هو المعروف عندنا العالم العربي الشهير اللي هو أبو القاسم الزهراوي ما بين 1936 إلى 1013 حياته في الفترة هذه طبعا هذا جمعنا قراح عربي شهير وهو أول من أجاب الخلوات القراحية فبرضو هو تكلم عن عملية ترانسبلنتيشن بروسيجرز طبعا حاول إنه كان تكلم أو حاول إنه يعمل عظم الثور علشان أو استخدم عظم الثور على أساس يستخدم يستخدمها عشان يعمل بلسمنت للميسينج تيث أبو القاسم زي ما قلنا الزهراوي طبعا هذه الصورة زي ما تمشاهدين أمامكم في اليابان في القرنين الخامس عشر والسادس عشر استخدموا طريقة أخرى استخدموا عبارة عن زي الوتد اللي هو الخشبي وتركيبة أسنان فوق وهذه استخدموها بطريقة إنهم غرسوا الوتد هذا طبعا والسن اللي هو الكراون اللي من فوق على أساس غرسوها داخل الروت اللي موجود يعني زي ما احنا نعمل البوست والكور طبعا فكرة شبيهة شغلة البوست والكور وبعدين الكراون فوقه طبعا هذا يعتبر فكرة أولية لحكاية اليندوديونتك البلانتس أو اليندوديونتك البلانتس البورتيك بروستيسز طبعا بدقوها بشكل بداية زي ما قلنا لكن بعدين تطورت الشغلة بعدين في الف وستمية وسبعة وثمانين شارلز واحد تسموت شارلز آآ 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 قاب اول عمل مكتوب في الدينتستري آآ طبعا هنا عمر كانت فكرته آآ حكاية اللي انه يعمل للتوت داخل نفس الباشيات انه يعيد زراعته من جديد كمان اتكلم كمان على حكاية انه ممكن يحصل لوحد يعمل ترانسبلنتيشن باستخدام سن لحيوان الى الانسان من جديد. طبعا بعدين في اوروبا اصبح حكاية ترانسبلنتيشن هذه شغلها موجودة يعني. اصبعوا حكاية انه يعملوا ترانسبلنتيشن من مكان لمكان او من سن الى سن. هذه الشغلة اصبحت موجودة لكن كان طبعا الشغلة الموجودة معروفة انها ممكن تعمل من شخص الى شخص. طيب في واحد ثاني اسمه هذا في الف وخمسمية وعشرة الى الف وخمسمية وتسعين عاش. هذا كان عبارة عن طبيب فرنسي وقراح طبعا او كان طبيب وقراح لاربع من الملوك من بروك فرنسا. اللي هو هينري الثاني فرانسيز الثاني تشارلز التاسع وهينري الثالث. هذا كان حقوق الطبيب الخاص. طبعا اه هذا طبعا برضه من الناس اللي عملوا ريبلسمنت للميسنج تيث عن طريق مصنوعة من العظام او من العاج. اه طبعا اه من الحقارة المسجلة اللي هو المشهورة انه بشكل اه نجح شك كبير في عمل زرعة اه او سن مفقود او زرعة سن مفقود لاميرة بوصلة الترانس بلانتيشن. وهذا هو دور طب الاسنان بشكل عام. يعني شايفين تشارك الوسيم هذا كيف كان قبل ما يعمل الاسنان. وكيف صار بعد ما اعمل له واحد اه اسنان كويسة. هذا دور طبيب الاسنان طبعا. طيب الفترة اللي بعدها اللي هي فترة نسميها الفونديشن بيريود. اول اللي ممكن نسميها فترة التأسيس. الفترة اللي بدأت فيها تأسيس للدنت الامبنات كما هي الان. اه زي ما انتم شايفين اللي هي البداية من لا شيء. طبعا هي مش من لا شيء كطبعا في كان محاولة بداية قبلها. لكن هذه الشغلة اللي من بعدها بدأت الشغل فعلا على موضوع الدنت الامبنات بشكل علمي وصحيح. طبعا فترة هذه زي ما قلنا اللي بدأت من القرن التاسع عشر من الف ثمانمية وفوق يعني. في الف ثمانمية وتسعة ماجيليو ماجيليو ماجيولو طبعا استخدم الذهب في شكل اه توث اه روت. عمل توث اه روت على شكل ذهب لانه الذهب احنا عارفين من المواد المقبولة للجسم. اه بعدها فترت تقريبا ثمانين او خمسة اه فوق تقريبا تسعين سنة. جاء واحد اسمه هاري. وعالق الاشخاص اه شخص صيني اه في كاليفورنيا. وضع له بورسلين توث روت طبعا روت على شخص من المنطقة بورسلين. اه اه بشكل طبعا اه وكان اه ما يعني اه اه كمان في بلاتينيوم البوست اللي داخل بلاتينيوم. اللي هو زي ما تشاهدين الصورة انا جاب صورة حاجة شبيه هاللي هيدها بالابيض. طبعا مش هذا الامبلانت لكن هذا اللي هو زي ما قلنا عشان نفهم. مش معت بلاتينيوم. وكان مغطى بطبقة من الرصاص. وبعد متابعة تابعة الحالة لسبعة وعشرين سنة وكانت حالة ناجحة لسبعة وعشرين سنة. في الف سمية وثمانية وثمانين واحد اسمه بيري برضو سجل اه انه عمل مصنوعة من الليد من الرصاص. الف سمية وثمانية وثمانين ايدموندس. طبعا واحد في نيويورك. سجل اه 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 يعني اه 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 ديستريكت دينتال سوشايتي لهادك اه في بلات كلافورنيا. آآ كانت اول آآ شي سجله او او شي عملوه انه عمل من ميتا لكابسول. يعني زي ما احنا شايفين جالسين قربوا مواد مختلفة. جالسين قربوا اشكال مختلفة. طيب الف تسعمية ثمانمية وتسعين شايفين امور تتسارع الان سنة سنة. واحد اسمه زامنسكي زامنسكي سجل انه عمل لتوت بس من ايش من من القتابل كتخيلوا يعني يعني شايفين كيف الشغلة كانت. وكمان من الربر. وفي الف ثمانمية وثمانية وتسعين واحد اسمه باين. آآ حطة كابسولة سيلفر او آآ رصائق اسمه فضة في داخل التوت سكت. طبعا ما شكلش بعدين نقاح وما نقاح لحالة هذه. لكن هذه المحاولات اللي عملت. في الف وتسعمية في اول الف وتسعمية في البدايات الالف وتسعمية واحد اسمه لامبوت آآ طبعا عمل آآ امبلانتس من المانيوم من السيرفر من البراس من آآ ريد كوبار اللي هو النحاس الاحمر من الماغنيسيا من الغول من السوفت ستيل هذا طبعا آآ كانت آآ معمولة مع الغولد والنيكل وكمان آآ طبعا اللي اللي حشافها انه كان فيه كورروجن لهذه المواد لما استخدمها داخل البدي تيشيوز. في الف وتسعمية وتسعة واحد اسمه غرينفيلد عمل اول آآ روت فوم ديزاين لكن كان فيه شكل انه كان مقوف من الداخل عامل شكله زي شكل السلة كان الفكرة طبعا انه بيعمل هذا الشكل بحيث انه العظم يدخل داخله ويبدأ يثبت داخل طبعا اول فكرة اللي حاجة اسمها هولو كانت عن طريق غرينفيلد. طيب العصر اللي هو آآ الفترة اللي هي بداية العصر او مطلع العصر الحديث من ١٧٥٥ إلى آآ تقريبا الثمانينات تقريبا. طيب في ١٧٧٧ واحد اسمه ادامز آآ بدي عمل اول تقربة لسبميرسيبول تريدد سيلندركن امبلانت ويدراوند بوتون آآ سموث جينجبر كولار وهيلين كاب يعني بدأت اول افكار الامبلانت الحديثة الفعلية اللي هي فيها امبلانت يعني عبارة عن سيلندريكال فيها آآ جينجبر آآ كولار في هيلينكا في هادا الاشياء كلها آآ سبمرجيبول آآ طبعا البول هيد طبعا آآ الرأس اللي هو زي ما احنا شايفين الدائري بهذا الشكل آآ صورة شبيهة آآ يعملها سكروينج للروت وبعدين هذا الجزء كان نستخدم عشان يعمل آآ في ١٩٣٨ وثلاثين واحد اسمه هنا آآ اول يعني او قدم آآ سيرجيكال آآ امبلانت كانت مصنوعة من سبيكة الفيتاليوم اللي هي تتكون من كوبالت كورومونيو كوروميوم آآ مولبيدينيوم آآ طبعا في ١٨٨ بعدين واحد اسمه بوث وحقوا الفريق اللي كانوا معه وآآ اول ناس قدموا شغلات انه البون فيوزنج تو آآ تيتانيوم قبل بعدين ما ييجي صاحب اللي بتتكلم عليه بعد شوية الف وتسعمائة وسبعة وربعين آآ فورميجيني هذا طبعا آآ عمل آآ برضو امبلانت كانت شكلها سنجل طبعا هلكس مع سبايرل يعني بهذا الشكل اللي زي ما انتم شايفين هنا في هلكس كده مع سبايرل موجود بهذه الأشكال آآ طبعا كانت مصنوعة من ستينس ستيل وكمان من آآ من مادة تسمى التانتلم آآ طبعا هذا يعتبر آآ آآ أول أول آآ أو يسمى الفضر أوف موديرن اند او سياس آآ امبلانتولوجي آآ شير تشيف في ١٩٩١٨ آآ عمل مودفيكيشن بحيث انه زود آآ طول النك آآ آآ وخلى الهيليكس حقا آآ الذي كان مشتغل من قابل طبعا مصنوعة من مادة الفيتالي متكلمين عليها قبلشوية وكان عامل بدباء الهيليكس آآ طبعا هو بد طلع آآ اول نظام آآ آآ استلمنتيشن للإمبلانت انزرجان هذا الشكل اللي احنا شايفين هذه زراعة آآ آآ تشيرجيف الزي ما احنا شايفين كيف كان آآ فيهيليكس آآ بهذا الشكل وكيف كان سليندريكال ويدخل بهذا الشكل 1949 جاء واحد اسمه جولد بيرغ وزميله جيرش كوف وهذا طبعا هم اللي اخترعوا سب بريوستيال امبلانت هذي ما تكونش فوق العظم زي ما انتم شايفين امامنا هنا ما تتحطش على العظم هي بتتحط يعني على تتحط تحت البريوستيام يرفع واحد الفلاب ويرفع البريوستيام ويحطها بهذا الشكل تكون ادبتت على البوم بهذا الشكل ويتغطى عليها بوقت البريوستيام والجنجفا هذا كان زي ما احنا شايفين برضو الصور اللي هنا توضح هذي كانت اول سب بريوستيام امبلانت اه طبعا من الاشياء اللي اشتغلت لفترة وفيها حالات مسجلة كمان اه بعدين بدأت تظهر معانا الادوستيال بيلس او سكروس او سلدس او بيلتس ويحنا شايفين امامنا بدأوا يفكروا موضوع زراع في العظم ففي او اوائل 1960 بدأت بداية الديبلومنت اوف امبلانت ديزاين اه السيالوم اه طبعا بدأ عملي كمان اه زي ما انتم شايفين اللي هي الثلاثية عبارة عن زرعة ثلاثية زي ما انتم شايفين هنا اه عبارة عن اه تدخل بشكل ثلاثة بينز لداخل اه من مادة تنتلم تكلمنا عليها قبل شوية فزي ما قلنا ثلاثة انترسيكتنج بينز يدخلوه علشان يتحمل يتثبت عليهم الكراون اه زي ما انتم شايفين هنا هالي فيها كل حاجة يعني هالي فيها هنا اه سببوريستيال وفيه هنا ثري الترابويدل بينز وفيها هنا كمان اه اندي اوسيس بهذا الشكل ففعلا هذي حالة طبعا مسجلة انا في البداية في محاضر محاضرات يعني واحد لما يكون عادوا مش عارف مش عارف فعلا اشكال عشان كده قلتكم الهيستوريكال الهيستوريكال باكراوند مهم جدا فواحدا من محاضراتي في البداية قبل ما ادخل اقرأ على الهيستوريكال والاشياء هذي نزلت الحالة هذي من باب المزاح والسخرية انه كيف الناس يخبصوا في خلق الله اتضح ان هذي حالة موجودة ومثبتة علميا وعليها بابر يعني فواحد من المشكلة احيانا لما يتكلم من غير ما يعرف الاسف وهذي فعلا من الاشياء اللي خلتنا اعمل هذي المحاضرة عشان الناس تعرف انه هذي الاشياء كانت فعلا فترة لفترات موجودة ومشتغلة ويعني وناجحة يعني الف وتسعمين وثلاثة وستين لينكو طبعا هذي عبارة عن طبيب املت الاسنان امريكي عمل سكرو طايب امبلنت سموذنت امبلنت طبعا كان سلف تابينج وكان هو اول حاجة سلف تابينج او سلف تريدينج داخل انه تدخل العظم داخل تريدز اا استخدم طبعا برضو مهندات الفيتاليوم وبعدين استخدم التيتانيوم طيب ثلاث محاولة ثانية برضو ترامونت وليو وموراتوري وباسكلاني هذا كلهم برضو اشتغلوا حاجات ترامونت اا عمل ستريس درايف سكرو امبلنت الليو بعدين عمل تابينج للفيتاليوم سكرو امبلنت مع كونفينشنل ثريدز وسكوير بوست اا الموراتوري وباسكلاني قدموا هولو سكروز مع سكرو ثريدز فهذه اكثر الاشياء هذه اللي هي كانت سكروز شبز بلاتز هذه كلها وان بيس كانت وان بيس ومكانات سب ميرجد ومكانات اوسيو انتغريتد رغم انه كانوا يستخدموا التيتانيا ما اللي هو اصلا اا كهو مماد اوسيو انتغريتد لكن كانت ممكن بنسب مختلفة بخواص مختلفة لكن بعدين اا قدت بحوالات ثانية تكلمت على تيتانيوم كاوسيو انتغريت امبلنت وهي كانت يعني القفز الاعلى في حفية شغلة الدينتال امبلنتولوجي البلايد امبلنت اللي شفناها قبل شوية في صورة طبعا اللي هي تكلم عليها لينكو طبعا هو اللي عملها في 1967 تدخل تدخل لونج تيم بلايد اا تدخل داخل نعمل لها جروف داخل البون وطبعا يطلع منها باتمنت داخل الفم ويذكب عليها الكراون او لاتاش من او غيرها اا اا طبعا احيانا تتربطها كمان بالنشورالتيث اا طبعا اا اا تستخدم داخل الفم وكانت مستخدمها فترة طويلة جدا في الولايات المتحدة الامريكية هذي البلايد امبلنت زي ما انتم شايفين شايفين كيف يعني هذي زي البلايدات باشكال مختلفة شايفين كيف معاك اشكال كثيرة يطلع بعدين منا هذا الشكل اللي احنا شايفين اللي هو الامباتمنت زي ما احنا شايفين هنا تم ربطه كمان مع الاسنان الطبيعية واستخدمت فضرة طويلة كدين تال امبلنت الاف وتسعمائة وسبعين عملوا شغلة شبيهة لكن كانت مرتبطة زي الفريم زي ما انتم شايفين عاملين زي الحزام هذا الجزء اللي هنا يرتبط هنا في منطقة التشين وهذا الجزء اللي هنا يرتبط في منطقة الريمس فبرضو هذا يسموها الريمس فريم امبلنت تم تطويره عن طريق روبرتس اند هوبرتس اا طبعا اا كان فيه منه كويس وانكوريش كويس كان يتثبت في منطقة السينفيزيال اريا وفي منطقة الريمس الترانس اوسيال امبلانس اللي بدأت في الف تسعمائة وخمسة وسبعين عن طريق اا اا او عن طريق عمل ستيبل وبوم بليت اا طبعا بعدين نركب عليه اا في منطقة طبعا هذا الترانس اوسيال معنات انه تعدي من العظم اللي جاء عظمة الثانية اللي جاهة الثانية كانوا يعملوا سبمنتل انسجن من تحت السبمنتل ويعملوا الزرعة من داخل من اا من داخل الفك او من داخل الفم يعدوه على طول الفك وتروح لحد الزرعة الثانية والتبت تحت بنشوف صورها بعد شوية شغلة عنيفة جدا لكن فيها حالات وفيه طبقا تقريبا في واحد من الحالات شغلوها وتابعوها لفترة ستة عشر سنة تقريبا عن طريق جرانين زي ما انتم شايفين شايفين هذه الحالة يعني شايفين كيف من تحت هنا في اا بليت وهنا في اللي هي البوست اللي تعدي وهنا فيه برضو في بوستة تحت فهالي تخيل تعدي من هنا ويتركبوا الوقت من هنا والبليت هنا او من تحت على سلط ثبت هذي غالبا كانت تستخدم في الحالات اللي فيها فما فيش كان في اي امكاني لعمل طبعا حتى هذي استخيل انه كان ممكن تستخدمي لها كسور لكن زي ما قلنا استخدمت لفترات وكان لها سوق وشتغلت في بداية في امريكا طيب اذا الطب الاسنان او طب الزراعة الاسنان المعاصر واللي بدأ من 1878 زي ما قلنا تقريبا من الثبيتات الثمانينات لحد الان اا طبعا احنا قلنا قبل شوية انهم تكلموا على حكاية التيتانيوم واللومات التانيوم لكن اا اللي عرف شغلة التيتانيوم فعلا وارتباطه بالاستيوم وكان له دور كبير في عمل النقل النوعية في حكاية طب او ازدارة اسنان هو بريم مارك اللي هو يعتبر طبعا في 1850 البروفيسور بريم مارك طبعا هو تقريبا عبارة عن هو طبيب سويدي وللعلم هو ليس طبيب اسنان لكن طبيب اا هو قالس يشتغل قالس يعمل بحث تقريبا كان فكان مثبت اا امبلانت عبارة عن بيور تيتانيوم مش امبلانت حق اسنان كانت زرعة تقريبا للعظام او اشياء زي كده فكان مثبتها اا على اا طبعا الفيمر حق الربت وحاطط التيتانيوم تشامبرس حقه في عمله واكتشف فجأة او هو شغال اكتشف انه هذا التيتانيوم تيوبس هذي مسكت في العظم واندمقت معه دماغ عظم وتحول الى قطعة واحدة طبعا مش كان اا بحث او عمل لكن زي ما قال المكتوب هنا زي ما انتم شايفين كانت وكانت احلى فعلا احلى صدفة اللي اكتشفت بعدين ايش معنى او وصلت او قاملت قفزة كبيرة في عالم الدينتال امبلانتولوجي هذا بريم مارك هو رفص صغير زي ما قلنا اكتشف اا لما عمل اا لما عمل هذي التيتانيوم في فيمارس او في رابت وقد انه ارتبط بشكل قوي جدا الى البون قام اا سمى هذي العملية اوسيو انتغريشن اا يحاول يشيلها يحاول يشيلها وقد انه حتى لما كان يحاول يشيلها كانت تطلع معك العظم مع التيتانيوم فوجد انه بتحول تقريبا الى كتلة واحدة. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا امامنا. الا هذا العليا على مربوط بالا بالسابة. بالا يعني بالا بالعظم اللي هنا. فزي ما قلنا لما يحاول انه يشيل من داخل فيحصل الكسر وطلع مباشرة العظم داخل الامبلانت فساعة. اه 1060 برينمارك اه وشاف لاحظ شي ثاني. لاحظ انه ما فيش انفلامتري ري اكشن للتيتانيوم. وفي دراسة على الكلاب يعني وصف انه استخدام التيتانيوم امبلانت علشان اه نعمل دينتر بروستيسز اه ممكن يعني اه وشاف انه ما فيش حوله اي امبلانت اه مع هذي الامبلانت او هذا العمل بدأ وصف او انتشر من مصطلح وصف اللي بناخد عليه ان شاء الله محاضرة كاملة اللي هي المحاضرة القادمة. 1070 الدكتور اندري شرودر هذا في من سويسلاند اه سويسري اه سجل او اه شاف انه في بونجروث داخل الامبلانت اه بلازما سبري هولو اندوسيس امبلانت شايفين كيف بدأوا يتطوروا بدأوا يعملوا حاجة ثانية اه بعدين في نفس الوقت البروفيسور اه ويلس شولت اه من المانيا سجل انه في نجاح الامبلانت المتكونة من كربون بعد اه 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 اطبعا اختراع حاجة يسمى سماها مصطلحات مصطلحات ممكن تكون قديمة وعفا عليها الزراحة بس احنا نتكلم عن اشياتك التاريخية. 1072 بابوش اه سجل تكون كونكتف تيشيو حول اندوسيس بلايد فينت امبلانت وفي 1777 استرومان كومباني هذا اللي هيدا موجودة ومشهورة اه سجلت اه طبعا او عملت ونطورت تيتانيا بلايست اه او بلازما سبريد امبلانت اه اسكرو امبلانت الامور تتطور مع الوقت اه في 1878 اه في كونفرنس اه اه في هارفرد اه تعمل في هارفرد اه هذا طبعا كان بداية البداية الابحاث اكثر في الامبلانت 1878 بريكن مارك عاد من قديد وقدم لنا اه تيتانيوم اه اه ثريد التيتانيوم اه روت فورم امبلانت لكن كان على اه طبعا اه اقرب سيستم استخدام بيور امبلانت سكرو وطبعا لاول مرة كانت تسمى اللي مشينا عليها لحد الان. اه طبعا بريم مارك اه استداد عمل دراسة لكل الاسبكت اوف امبلانت ديزاين اه بيولوجيكالي امكانيكالي اه فيسيولوجيكالي وفانكشنالي اه درس هذه الاشياء كلها علشان يشوف ايش اله كيف يمكن يوصل لافضل نجاح لله اه اذا السمري اللي اه السمري للكلام اللي قناه بسرعة انه قبل الف بعد الميلاد الاسنان كانت تنحك من الاحجار من الكالسايت الايفوري وكانت تزرع بعدين في الفترة اللي هي من الف 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 سبمية وتسعة وتسعين اه اه اتحركوا اكثر على حكاية بعدين في الفترة اللي هي مطلع العصر الحديث من الف وممية الالتسامية وعشرة كانت بداية من اه اول عشر اه سمية اه مس وثلاثين غرينفيلد اه اعمل اول هولو باسكت امبلانت علشان يدخل البون داخله من اه سمية وخمسة وتلاتين الالتسامية وثمانية وثمانية وسبعين الروت فورم امبلنس من البن والسكرو طايب والسابوريو استيال والريمس بلايد والريمس فريم والترانس اوستيال ظهرات الاشكال الاخرى اللي كانت داخل العظم بس باشكال مخصيفة. العصر الحديث او المعاصر اللي هو من سبعثوثمائين كانت زي ما قلنا القفز القوية هي عن طريق بريف ماء برين مارك اللي تطور لنا التيتانيوم اي بلانت واللي جاب لنا مصطلح الاوسيو اي بلانت وبدأت تشغلت الامبلانت الحديثة. اذا هذا برين مارك في صوره الاخيرة قبل ما يتوفر الله رحمه وتوفر تقريم في الفين وفي الفين ومعطاعش. فهدي الصور اخر صور له طبعا هو كانت عنده مقولة شهيرة وإلا بعدين يقولون الرحمة الكافر الحرام. خلاص لروح السلام. الروح السلام إن شاء الله يلا. المهم. هذا كان عنده مقولة شهيرة قال إنه يعني مقولة يعني قال حلوة جدا إنه ما فيش حد ينفع إنه يموت وأسنانه موضوعه داخل قلاص من الماء يقصده هو طبعا لذلك طبعا..الكلام فعلا إنه أخليك موت وأسنانك في فمك يكون ذيك زي إيوه شباب ما ينفعش إنك تموت وأسنانك أن تتيندفن وحدك وأسنانك تكون مدفونة في كوم من الماء. إذن هذا واعتبر أبو طب أي طب الزلعة الأسنان حديث. آآ للروح الاسلام مقدمة زي ما قالnte إن شاء الله إذا خلصنا اللبدة التاريخية اللي كانت اللي تكلمنا عليها زي ما قالنا آآ علشان نعرف فعلا نعرف إيش اللي كان موجود فين بدأوا وايش الحاجات اللي في بعدها ممكن نقرأها ونسخر منها ونعرفش انها فترة من فتات كانت موجودة اتمنى نكون قدمت الفائدة والاضافة للمناسبة نلتقي في محاضرات قادمة ان شاء الله المحاضرة القادمة والفايبر نلتقي ان شاء الله في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته